أنا كده كده قلت له قلت له برافو يا ضياء عاش 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 بصراحة لقاله النائب ضياء الدين داود سليم مية في المية خد بالك أن أنا في المقدمة قلت لك كل مجلس النواب دون استثناء واحد يذكر كل الأغلبية كل المعارضة تمام؟ طيب الصديق والزميل العزيز داود قال جملة مهمة جدا 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 قال مصر دولة كبيرة في المنطقة وعليه أمن مصر الاقتصادي هو مهم للعالم ومسئولية العالم بل أنه قال جملة لاحقة لها مصر حيشة عنكو كتير دا لكل العالم وأنه كانت أمور كثيرة لم تكن لتتحقق لو لا أنه في دولة كبيرة في الإقليم اسمها مصر وأنه مسئولية الأمن الاقتصادي المصري تقع على عاتق الكل في الإقليم أو في العالم من الآخر اللي مانع الهجرة غير الشرعية عن أوروبا مصر ولو مصر غمضت عينها أسبوع مش هقولك يوم هتبقى مبلغة ومش هقولك يعني شهر أبقى بأقلل من قدر اللي مصر عملاه لمنع الهجرة الشرعية إلى أوروبا أسبوع ما هتلاقي عاصمة واحدة في أوروبا مش مقلوبة رأسا على عقب بسبب اللي بيحصل الدور اللي مصر لعبته في منع الهجرة غير الشرعية دور فعلا تاريخي وبالمناسبة الأوروبيين عارفين كده الدور اللي بتلعبه مصر في أمن الإقليم وهناك دول تتربص ودول تتحين ودول تنتظر الهجوم على دول كثيرة من الأصدقاء والأشقاء والرفقاء والأجلاء والشركاء وكل حاجة تربص وتحين للحظة مناسبة للهجوم مش هقولك للعبث للهجوم وأحيانا لتوجيه ضربات ولولا أن في بلد اسمها جمهورية مصر العربية أولا ولولا أنه قائم على حكم هذه البلاد هذا الرجل فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لدول بالهبل كانت دخلت جوه الإقليم لكن هم عارفين أنه من 2014 حتى هذه اللحظة محدش يقدر يقرب محدش يقدر يقرب أنا هفكرك بس وفكر نفسي وفكر الكل مسافة السكة مسافة السكة عملة مفعولها لحد اللحظة اللي بيتكلم فيها يوسف الحسيني عملة مفعولها يعني عملة مفعولها مسافة السكة اللي قالها الرئيس معمول لها مئة مليون حساب لو اترفعت الإيد كده ونحن لن نسمح ولن نرضى ولن نقبل